لأن في علامة صغرها تظهر في الوقت ده اسمها الريح الطيبة وفي رواية الريح الليينة تقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى على الأرض مؤمن أبدا في الوقت دوت هيكون كل اللي وجودين على وجه الأرض ربنا يعفين يا رب ما نحضرش الزمن ده أبدا هيكون كل اللي موجودين على وجه الأرض إيه؟ كفار مفيش مسلم في اللحظة ديت أنتو مش محتاجين للكعبة ده مفيش واحد بيحج مفيش واحد بيعتمر فتهدم الكعبة بس يبقى كده هدم الكعبة من علامات الساعة الكبرى الصغرى ما احنا قلنا حاجة الصغرى إزاي إذا كنت إحنا أنتوصلتيني للريح الطيبة دي في الكبرى دي آخر عاجة لأ أقول لحظة دي خلاص اللي قام قربت لأ أقول لك يا دكتور عمر علامات الساعة الكبرى كان عشرة عشرة حلو كده تعال نقولهم مع بعض بسرعة كده زهور المسيح الدجال أيها فتح الكوستنطيني لا 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 فتح الكوستنطيني دي علامة صغرى ظهور المسيح الدجال نزول عيسى عليه السلام ظهور يأجوج ومأجوج ظهور الشمس من المغرب ظهور الدابة ظهور الدابة الدخان الدخان الريح الطيبة لا 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 لسا خليك معايا تلات خصوف خصف بالمشرق خصف بالمغرب خصف بجزيرة العرب وآخر علامة عشرة نار تحشر الناس إلى أرض المحشر دي العلامات الكبرى المعجزة اللي عايز أقولها الحضرتك أن بين ثنايا العلامات الكبرى في علامات صغرى بمعنى آه يعني ممكن داخل العلامات الكبرى يكون في صغرى د errado لا أصدق أقوله لك إن بين العلامات الكبرى في علامات صغرى يعني مش لازم تنتهي الصغرى فتبدأ الوسطى ظهرت كم علامة بص بص الإداية يا دكتور عمر المسيح الدجال ظهر المسيح ابن المريم منزل يأجوج ومأجوج الشمس الدبق الدخان بعد الدخان دي علامة كبرى في علامتين صغرى علامتين مع علامات صغرى اللي هي رفع الكرآن وهدم الكعبة والعلامة الثالثة كمان الريح اللي ينا تمام كده يبقى إذن في علامات صغرى هتكون بين مس هدم الكعبة حصل قبل كده وتم إعادة بنائها سيتم تم إعادة بنائها لكن حينما تهدم كم مرة تم هدم الكعبة أظن مرتين أو ثلاثة يعني تم هدمها أولاً اللي بناها كما قال أهل العلم اختلف أهل العلم في مسألة بناء الكعبة بعضهم قال أنه اللي بناها الملائكة وبعضهم قال أنه اللي بناها آدم عليه السلام ثم هدمت بعد ذلك بس ما هدمتش بفعل بشر لاني بكلم بعد بعد وفات الرسول إنه هدمت بفعل عوامل طبيعية لغير ذلك وردمت القواعد ثم لما جاء إبراهيم عليه السلام ربنا أمر هو وسيدنا إسماعيل مش ببناء الكعبة وإنما برفع القواعد يبقى القواعد كانت موجودة بس مردومة بالرمل فهو أزاح الرمل ربنا دله عن مكان اللي في الكعبة فأزاح الرمل فظهرة القواعد فرفع إليه بعد وفات سيدنا محمد بعد وفات سيدنا محمد كان فيه أيام عبد الله بن الزبير بالزبير بالزبط لما الحجاج بن يوسف الثقافي ضرب الكعبة بالمنجنيك وغير ذلك آه نعم يعني إذن هدم الكعبة حصل حصل بس بنيت إنما لما هي حصل في آخر زمان لاتو ابن تاني آه حدوه على قرات مش هدوه موجودة خالص ويرفع القرآن وخلاص ما ينزلش تاني ليه لأن هؤلاء الناس لا يستحقون الكرآن كلهم يكونوا كفار طب إيه الدليل على أن القيامة لا تقوم منها على الكفار حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سند إيه قال سند إيه لما نقول حديث رواه البخاري أو مسلم سند صحيح سند صحيح أصح ما ورد في حديث النبي على السلام البخاري ومسلم أعلى سند ما اتفق عليه البخاري ومسلم بيقولك متفق عليه أو رواه الشيخان تمام ولذلك فيه كتاب مخصوص اسمه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان تمام يبقى أصح روايات للنبي على السلام حديث النبي اللي هو الرواه البخاري ومسلم اللي بعدها على طول الرواه البخاري اللي بعدها على طول الرواه مسلم فيما بعد ذلك ما صح من السنن والمسانيد التي وردت يعني مثلا لما أقولك رواه أحمد لازل ما أقولك بسنة صحيح ولا حسن ولا ضعيف إنما لما أقولك رواه البخاري ما أقولكش بسنة صحيح لأن كل رواية البخاري ومسلم لما تقرأ في الشروط التي اشترضها الإمام البخاري ومسلم لقبول الحديث حاجد بقى ده موضوع تاني خالص بقى ده موضوع محتاج بقى أعداد عشان تعرف الناس دي بتنتقل أحاديث إزاي إذن إحنا فضلنا من علامات يعني إذن ممكن يكون هناك تداخل بين علامات الساعة الصغرى كل علامات الساعة الصغرى تقريبا خلصت مع عدى بعض العلامات التي ستكون بين الثناء العلامات الكبرى بس يعني كل الصغرى تقريبا مع عدى العلامات التي ستكون بين الثناء العلامات الكبرى يعني إحنا إذن في انتظار العلامة الوسطى ليزور المهدية الله يباري في عمرك أنا بقى كده إيه حسيت أني فعلا قدرت أوصل لحضرتك الفكرة تمام يبقى إحنا كده في انتظار العلامة والمهدية حالك قدرت أنه موجود موجود طبعا عايش معي عايش آه عايش عمره زينا بيعيز زينا عمره زينا ولا تولد إمت لا عمره زينا وقد يكون على فكرة عايز أقول لحاجة حاجة ده قد يكون المهدية مثلا ولد الآن وقد يكون ولد من خمس سنين وقد يكون ولد من سنة الله أعلم وقد يكون لم يولد وقد يكون لم يولد يعني تأكيد حضرتك بمعلومتك لكنه سيظهر في هذا السناء أنا بس الحقيقة معليش عشان السادة المشاهدين يكونوا معنا كيف تؤكد لي أن المهدي أنت قلت لي على قيد الحياة والمسيح الدجال على قيد الحياة ده أنا لو ألتلك على قيد الحياة ألتلك المسيح الدجال على قيد الحياة ويأذل جمع أجل على قيد الحياة دول موجودين دول موجودين يقينا يعني موجودين دلوقتي لأنه اللي حصل أنه زي القرنين لما بان الساد دول بقى عمرهم غير عمرنا وحياتهم غير حياتنا وتركبتهم هم من ناس لسيدنا نوح بس نوح بني آدم أيوة بس ده نوح عليه السلام عمر كم سنة 900 سنة لا 1000 سنة لا سيدنا نوح عدى لألف سنة ده هو الدعوة فقط في حياته الدعوية كانت 950 سنة دعا قومه كم سنة ألف عام ألف سنة إلا خمسين عاما يبقى حياته الدعوية كانت 950 سنة إنما حياته التوتل بتاعها كان أكثر من ألف سنة ده سيدنا نوح ده سيدنا نوح أيوة فولاده ولاد سيدنا نوح كم من دول من بسوء المسيح أو المسيخ يقال هذا ويقال هذا كما قال الحافظ بن حجر يصح كلمة المسيخ لأنه ممسوق الخلقة ليه ممسوق الخلقة لأن إحدى عينيها عوراء طب في نسأله يعني أنا ما سألت حالك قلتلك هو يجب سيدنا المسيح لأنه في نسأله هو هيدعي نوى المسيح لا 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 خالص مرة لأ ماوردش الكلام لخالص خالص لا بالمرة هو مش هيدعي نوى سيدنا المسيح إنما هو هيدعي أنه نبي في البداية ثم يدعي أنه الله تمام ربنا سيعطي من الآيات والقدرات والإمكانيات خطبا حضرتك فتنة للبشر اختبار يصدقوه يعملهم ايه على سبيل المثال طبعا الكلام ده هنقوله بالتفصيل لما نجي دين على سبيل المثال جاي الناس الأرض بتاعتهم قحت وجدب وما فيش مية وخلاص بيموت ينوم ايه رأيكم لو أمرت السمت مطر والأرض ثمت تؤمنون بيه قالوا بلى آه طبعا قالوا طب يا سمت مطري ثم السمت مطر طب مين اللي أعطاه القدرة دي الله دي صبعا طبعا حيؤمنه بيه طيب ليه عشان يبقى اختبار للعباد يبقى العباد اللي صير ايه بس اختباري ازاي اذا كان العباد يعني عندهم مدارك عقلية لما يجدوا حد بيعمل معجزات يعني حيرو فيه يعني ده من عناصر النبوة لا هقول لحضرك ليه صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مش احنا النهاردة بنتكلم عن الفتنة المسيح الدجال ايه مش انا هموت بعد فترة وهيجي ناس اهل علم تانيين هيحذروا الناس من فتنة المسيح الدجال تمام